هنعمل مجموعة من الأفكار لتزييني الإقليم من ورق الفوم إن شاء الله تعجبكم لو أعجبكم الفيديو يريد ما تنسوشوا اللايك أول فكرة أنا هعملها هعمل دابدوب كده أو ميكي بدأت إن أنا أرسمه كده زي ما أنتم شايفينه وبعد كده فراته وجبت ورق ألونها أحمر كده وبدأت إن أنا أعملها كنت عايزة أعمل فيونكا وبعد كده هجيبي الألم وابتدي إن أنا ألزق كده بلزق الشامع الألم في الدابدوب اللي هو الأسود اللي أنا عملته ده وهبكدين أنا ألزقه في بعضه لو هو مثلا في حاجات خارجة شوية بره أو مش مزبوطة على بعضه ممكن أزبطه بالمقص تعيتي جدا وبعد كده جبت الورقة الحامرة دي لازقتهم للتنين في بعض كده وعملتهم فيونكا سوغانطوطة وبعد كده هلزقها على الدابدوب دوت وبعد كده بقا هجيب إيه اللون أبيض نفس الفون برضو أبيض هاقصه كده دايرة وهحطه زي العينين كده وحط فيه عين أسود تاني فكرة بقا معي هجيبت اللون اللي هو اللالبينك من الورق الفون ده وبدأت إن أنا أعمله كده على شكل بويضاوي علشان هعمل منه فيونكا بس فيونكا كبيرة شوية وبعد كده هبتدي إن أنا ألمها زي ما انتوا شايفينها كده وهلزقها بلازق الشمح آآ وخلي بالكم إن أنا همسكها شوية بحيث إنه تلزق معايا تلزقش بسهولة يعني لازم أمسكها شوية عشان تلزق بعد كده هلفها كده وهعمل منها كمان واحدة وهبتدي إن أنا ألزقهم من الاتنين كده قصات بعض على الألم علشان يبقى الوش زي الضهر وهسبتها برضه من الظروف بدعتها بمسادس الشمح على فكرة ممكن ما نحتاجش مسادس الشمح ممكن نعمله بالشمح اللي هو الصوابع عادي نسخره على النرق أو على شمح ونعمل به ما فيش أي مشكلة خالص آآ بعد كده بقى جبت الورقة الحامرة دي ده كان فهم بس فهم ستيكر آآ علشان لو إحنا مش حابين إن إحنا أو مش عندنا مصادس الشمح أو مش حابين نستخدم الشمح الفكرتين الجايين دولة تهبوا فهم لستيكر بس أنا كنت عايز أعمله على شكل قلب فهمسكه كده وهقسمه نصين كده وهلزق الألم في النص وبعد كده حاولنا أعمله كده على شكل قلب آآ هيتعامل معنا بسهولة قوي لأنه مسلس فسهل قوي اللي إحنا نثبطه ودي تقريبا كانت تالت فكرة معنا وتعالوا معايا بقى نشوف آآ الفكرة الرابعة آآ ياريت الفيديو بتاعي عجبكم ولو عجبكم ما تنسوش تحطيلي لايك وتتبعوني علشان يوصلكوا كل جديد تالت فكرة بقى هعمل حاجة زي الليوني كون كده آآ جبت آآ ألوان انتوا شايفينها دي لاتشوفوا ممكن الألوان متاح عندك ممكن تجيبين فيش مشكلة عملت كده مسلسين لونهم أصفر آآ وبعد كده بدأت إن أنا هجيب ألوان التانية دي وعملت شكل وردة كده صغلنة هقصها وهعمل منها يعني من كل واحدة هعمل منها اتنين كل لون اتنين وبعد كده برضو هجيب المسلس وهحطوا الألم في النص وهبتدي إن أنا ألزقهم اللي اتنين فوق بعض بالشكل اللي انتوا شايفينه ده لو المسلس طالة طويل شوية احنا ممكن نقصروا بالمقص أو نساويه يعني طبيعي إن هو مش هيكون يعني اللي اتنين على بعض قوي فاحنا ممكن نساويه بالمقص آآ عادي جدا وهنحط بقى الورد اللي هو الصغيور ده زي ما احنا شايفينه كده آآ هنحطوه يبقى الموضوع اللطيف معانا إن شاء الله يبقى عامل زي زي الورتوس أو المسلس بتاع اليو كون ده لو عجبكم الفيديو يريد ما تنسوش اللايك وتعبوني عشان يوصل لكل جديد اشتركوا في القناة